سأتحدث في هذا الدرس عن معادلتي المستحث ثم سنحل بعض الأمثلة عليهما تعلمون أن معادلة المستحث هي فرق الجهد عبر المستحث V يساوي المحاثة الكهربائية رمزها L ضرب DI على DT كما تلاحظون في المعادلة يتناسب فرق الجهد مع معدل تغير التيار لنراجع الآن الرموز المستعملة في المستحث والمكونات الأخرى إذا كان لديكم مقاوم رمزه R والوحدة المستعملة هي OM نسبة إلى العالم OM أما إذا كان لديكم مكثف تستعملون الرمز C للسعة الكهربائية والرمز F من فاراد نسبة للعالم مايكل فاردي أما المستحث تستعملون الرمز L و H الرمز L هو رمز المكون نسبة إلى هينريش لينز والوحدة H نسبة إلى هنري إذن الرموز R و C و L هي رموز المكونات أما OM و فاراد و هنري هي أسماء الوحدات الآن عودوا إلى المستحث الموجود لديكم يوجد شكل آخر لمعادلة المستحث يكتب فيها I بالنسبة إلى V لتحصلوا على هذه المعادلة عليكم أولاً التخلص من هذه المشتقة لذلك جدوا تكامل طرفي المعادلة أي تكامل V بالنسبة إلى الزمن يساوي L ضرب تكامل DI على DT بالنسبة إلى الزمن اختصروا هذا التعبير مع هذا ويصبح لديكم تكامل DI وهو نفسه I سأعيد كتابة المعادلة لإيجاد I يصبح لديكم I يساوي 1 على L ضرب تكامل VDT ضعوا حدود هذا التكامل في هذه الحالة الحدود هي من سالب ما لا نهاية إلى الوقت الحالي أي T كبيرة توضح هذه المعادلة أن التيار عبر المستحث يعتمد على فرق الجهد في هذا المستحث لكن حالة الزمن يساوي سالب لا نهاية غير منطقية حقاً إذ لا يمكنكم متابعة فرق الجهد المستحث لهذا الزمن لذلك اعتبروا أن T يساوي 0 وأن التيار عندما يكون الزمن 0 أي I 0 معروف القيمة هكذا يمكنكم تغيير حدود التكامل يصبح لديكم I يساوي 1 على L وحدود تكامل V ضرب DT من الزمن 0 إلى T كبيرة يجب أن تأخذوا في الاعتبار ما يحصل قبل الزمن 0 لذلك أضيفوا قيمة التيار عندما يكون الزمن 0 أي زائد I 0 الآن بدلوا هذا المتغير هنا بT صغيرة وهذا يعني أن عليكم أيضاً تغيير T هنا إلى رمز آخر تصبح المعادلة على النحو الآتي I لT صغيرة يساوي 1 على L حدود التكامل من 0 إلى T صغيرة واستعملوا هنا الرمز تاو أي VD تاو زائد I 0 إذن هذا هو الشكل التكاملي لمعادلة المستحث وهذا هو الشكل المشتق لنأخذ الآن تمريناً على معادلة التكامل هذه يوجد في الدائرة مصدر فرق جهد وبداخله فرق جهد نسبة إلى الزمن تريدون إيجاد التيار الذي يسري في الدائرة هناك أيضاً مستحث قيمة المحاثة فيه 10 ملي هنري أما فرق الجهد قيمته صف عندما يكون الزمن صف ثم يزداد إلى 2 بولت وبعد 2 ملي ثانية يقل إلى سالب 2 بولت وبعد 2 ملي ثانية أخرى يرتفع إلى 2 بولت وهكذا حسناً تعلمون قيمة VT وتريدون إيجاد قيمة I في المستحث باستعمال معادلة المستحث التكاملية ماذا يحدث قبل أن يكون الزمن يساوي صف أي في حالة قبل النبضة كما مر معكم في درس سابق افترضوا أن I كان يساوي صف قبل وقت طويل يوضح الرسم أيضاً أن V يساوي صف إذا أخذتم هذه القيمة ونقلتموها إلى المعادلة هذه أي إذا كان V يساوي صف و L عدد ما موجب تستنتجون أن DI على DT يساوي صف أي أن هذه الدائرة غير فعالة قبل بدء هذه العملية سأرسم هنا تمثيلاً بيانياً لتوضيح الأمر الزمن على المحور الأفقي والتيار على المحور الرأسي قبل أن يكون الزمن صفر يمكنكم القول أن التيار يساوي صفر أيضاً بعد ذلك يرتفع فرق الجهد إلى 2 فولت استعملوا الآن معادلة المستحث التكاملية لإيجاد قيمة L لT بعد تغير فرق الجهد إذن I يساوي 1 على L ضرب التكامل من صفر إلى T صفر هي نقطة البداية هنا وهنا VT قيمة V في الفترة الزمنية هذه هي 2 فولت ضرب دي تاو زائد I0 كما تعلمون I0 هو التيار هنا في البداية ويساوي صفر تابعوا الحل يصبح لديكم I يساوي 1 على 10 ملي هنري ضرب 2 تخرج من التكامل تكامل دي تاو من صفر إلى T ويساوي 2 على 10 ملي هنري ضرب تكامل دي تاو من صفر إلى T يساوي T ناقص صفر أي ضرب T فقط إذن I يساوي ثابت ضرب T وهذه معادلة الخط حاولوا تمثيلها بيانيا 2 على 10 ملي هنري هو الميل إذن تحتاجون إلى نقطتين على الخط وتعرفون واحدة من النقطتين عند صفر المحور الأفقي والرأسي ما قيمة التيار عند نهاية النبضة أي عند زمن 2 ملي ثانية يساوي 2 ضرب 2 ملي ثانية على 10 ملي هنري إحذفوا الملي مع الملي يصبح لديكم 4 على 10 ويساوي 0.4 أمبير قيمة التيار عندما يكون الزمن 2 ملي ثانية يساوي 0.4 أمبير يمكنكم الآن رسم خط مستقيم بين النقاط أصبح لديكم الآن قيمة التيار خلال أول جزء من مخطط فرق الجهد انتقلوا الآن إلى الجزء الآخر لديكم الآن I صفر جديد إذن انتقلوا إلى نقطة جديدة هنا I صفر يساوي 0.4 و V يساوي سالب 2 فولت استعملوا معادلة المستحف مرة أخرى باستعمال هذه القيم I يساوي 1 على L التكامل من 2 ملي ثانية إلى T و V T بعد مرور 2 ملي ثانية يساوي سالب 2 فولت D تاو زائد التيار عند البدء وهو 0.4 أمبير تصبح المعادلة I يساوي 1 على 10 ملي هنري ضرب سالب 2 ضرب تكامل D تاو من 2 ملي ثانية إلى T زائد 0.4 و يساوي سالب 2 على 10 ملي ضرب T ناقص 2 ملي ثانية كما فعلتم قبل قليل زائد 0.4 مجدداً أمامكم معادلة خط ثابت ضرب الزمن T ثم ثابت آخر أي أنه خط مائل ميله سلبي وقيمته سالب 2 على 10 ملي هنري وهو عكس ما حصلتم عليه هنا 2 على 10 ملي هنري سأمثل هذا الخط على الرسم أمامكم 4 ملي ثانية هنا يبدو الخط بهذا الشكل إذن يزداد التيار ثم يقل بنفس المقدار لأن مقدار الميل والزمن إلى الأعلى يساوي الميل والزمن إلى الأسفل نصل بهذا إلى نهاية الدرس ترجمة نانسي قنقر